طيب أنا بقى النهاردة هديك هدايا بسرعة هدايا للي عايز يكشف كرده اللي عايز يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يا صاحب الضر يا صاحب الحاجة أغدي لك في هذه الأيام العشر لتفعل صلاة سميت بصلاة الضر والحاجة صلاة كشف القروب صلاة التوجه إلى المحبوب صلاة شفاء الأمراض صلاة شفاء الأسقام صلاة فتح خزائن الأرزاق صلاة تدفع بها البليات صلاة ما وجد في فضلها شيء لأنك تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأعظم عمل ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش خصص النبي أن أنت تعملها في الأيام دي لا وإنما أنا بقول لك أنت عندك عشر أيام خير أيام الدنيا فلما يكون عندك صلاة بالحجم ده وبالقيمة دي وبالقدر ده اعملها في الأيام دي ولا سيما ويا حبذة لو كان ليلة جمعة تعملها ويا حبذة لو يوم عرف تعملها إيه الصلاة دي اسمع لما رواه الترمذي وابن خزيمة والطبراني والحاكم عن سيدنا عثمان بن حنيف رضوان الله عليه وأرضاه ركز معايا أوي سيدنا عثمان بن حنيف بيحكي لنا حكاية سوى يرى حدثت في مجلس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول أن رجلا ضرير أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ضرير يعني كريم البصر يرى بنور الله سبحانه وتعالى فقال أدعو الله أن يعافيني يا رسول الله ادعي لي ربنا يشفيني وردي لي بصري ربنا يكشف عني العمى ويكشف عني الهم اللي أنا شايله ده بعدم رؤيتي للأشياء الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يعافيني يا رسول الله أن يكشف عني العمى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انشئ دعوت لك لو عايزنا أدعي لك أدعي لك وانشئ صبرت فهو خير لك عند الله يعني الآخرة وما عند الله خير وأبقى خلي بالك ركز كده طيب فالرجل قال له لا ادعي لي يا رسول الله أنا محتاج الدعاء دلوقتي وده مش عيب يوريك أن في ناس تقدر تصبر على البلاء وتقدر تصبر على الابتلاء زي سيدنا بلال ولم ينل منه المشركون ما أردوا وفي حد تاني ما قدرش يصبر زي سيدنا عمار فيقولوله حلك من هنا من العذاب أن أنت تقول كلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عشان مش قادر وبعدين يجري على النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا باكيا فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له طميني قلبك عمل ايه فينزل القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يهمكش إن عادوا فأدت مش شرط أن أنت عشان تبقى مسلم كامل تصبر على البلاء لا الرجل قدامنا هو قال له لا ادعي لي يا رسول الله قال عثمان بن حنيف رضوان الله عليه اسمع النبي هيقول له ايه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتوضى ويحسن وضوءه ويدعي الله بهذا الدعاء يبقى حضرتك صلاة كشف الضر والحاجة اللي تعملها في الأيام دي لسيامة ليلة الجمعة أو يوم عرفة تعمل ايه تتوضى وتحسن الوضوء تصبغ الوضوء ما تتصرعش في الوضوء تخلي الوضوء ياخد حقه على أعضائك وبعدين ادعي ربنا بالدعاء ده اللي هو هتصلي بعديه ركعتين أو تصلي قبليه ركعتين ارفع ايدك وقول زي ما النبي علم الراجل بعد ما تصلي عليه اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي أو ينفع صليها عن حد آه ينفع صليها عن بنتي أيوة ينفع صليها عن ابني آه فأنت لو بتصلي عن نفسك هتقول إيه في حاجتي هذه لتقضى لي أو لو بتصلي عن حاج هتقول أو حاجتي لفلان أو حاجتي في كذا وكذا اللهم فشفع في نبيي وشفعني في نفسي سيدنا عثمان بن حنيف بيقول فعلا الراجل راح توضى وأحسن الوضوء وصلى الركعتين وقال الدعاء يقول عثمان بن حنيف رضي الله عنه أرضاه فذهب الرجل وفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع وقد كشف الله له عن بصره